موسيقى لن تستطيع الحديث عن العلاقات السعودية والأمريكية دون التطرق للاقتصاد والعلاقات التجارية بل يمكن القول أن العلاقات بين البلدين بدأت اقتصادية بحتة حيث تعود إلى عام 1931 ميلادية حينما منح الملك عبد العزيز من عبد الرحمن السعود رحمه الله حق التنقيب عن النفط في المملكة لشركة أمريكية وتأسيس شركة الزيت العربية الأمريكية التي قامت بحفر أول بئر نفط في شرق المملكة تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 33 وتسعمائة وألف ميلادية عززها أكثر لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت عام 45 وتسعمائة وألف لتطور عبر السنين لتحالف استراتيجيا دعم متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وارتبطت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأمريكا أكبر مستهلك له بعلاقات اقتصادية وثيقة على مدى عقود أسست خلالها شركات أمريكية معظم البنية التحتية للدولة السعودية الحديثة بعد طفرتها النفطية في سبعينيات القرن الماضي وضخت المملكة على مدى عقود معظم عائداتها من مبيعات الطاقة في اقتصاد الولايات المتحدة في صورة شراء سلع وخدمات وسندات خزانة ولا أدل على متانة العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والرياض من أن الريال مرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ سنوات وثلاثة فاصل خمس وسبعين ريال للدولار وأن المملكة تستثمر جزءا من احتياطي النقد الأجنبي وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن خمسة عشر في المئة من صادرات النفط السعودية وجهت للمولايات المتحدة وأن المملكة تشغل المرتبة الثانية بعد كندا كأكبر مصدر للبترول بالنسبة للولايات المتحدة وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة بحسب تقارير وبيانات رسمية إلى 300% خلال السنوات العشر الماضية وقد وصل عام 2013 إلى 282 مليار ريال منها 199 مليار ريال صادرات السعودية إلى أمريكا و83 مليار ريال واردات المملكة كانت وما زالت العلاقات الاقتصادية السعودية مع أمريكا منذ تأسيس المملكة على يد الراحل الملك عبد العزيز وإلى اليوم في عهد النماء والحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نموذجا حيا للعلاقات المتينة ورغم ما تمر به المنطقة العربية على وجه الخصوص والعالم بأسره من تغيرات مستمرة وأحداث متتابعة ظلت العلاقة بين البلدين علاقة استراتيجية راسخة مثل ما كانت منذ بدايتها وعبر العصور بما فيها علاقات الاقتصاد والتجارة استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ما أسسه والده الملك عبد العزيز رحمه الله من فكر استراتيجي حكيم يسهم في تعميق علاقات المملكة مع دول العالم ومنها الولايات المتحدة ويحقق التكامل في المصالح الداخلية والخارجية للبلدين دون المساس بثوابت وقيم المملكة العربية السعودية التي تقوم على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية وكان الملك سلمان قد عبر عن اهتمامه البالغ بدفع التعاون الاستراتيجي السعودي الأمريكي حول العديد من القضايا إلى الأمام حينما وافق على مشاركة المملكة في قمة كام ديفيد بولاية ميريلاند التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمشاركة أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من العلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات تاريخية وستراتيجية منذ أرسل أساسها المقرون الحرب العديد للأمامك عبد العديد وحفظ خمد الرئيس روسفل في لقام البحري وقد عملنا معا جنبا إلى جنب إلى السبعين عامل الماضية في مواجهة للتحديات التي تهدد الأمر والاستقرار في المنطقة ويتعديز مسيرة التعاون الثناهي ما فيه مساحة البلدين الصديقين وذفع النمو التصادي العالم وتأتي لردنا اليوم لبهة تطورات علاقات تطوير علاقات بين البلدين في كافة المجلات ومناخجة غضايانا لقد استرنا ما نمسناه من توافق والأعراء نحو العمل على نقل علاقات التراتيجية إلى مسوايات أرحم وقد علمنا على وضع الإطار الشامل وتنسيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطينها في مختلف المجالات لعقد القادمين لله أخذنا بالأعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري المملكة والمستثمين الأمريكيون من أولا إلى أكبر المستثمين في بلادنا وبرزت في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية العديد من المحطات المهمة التي عدت مرتكزا أساسيا في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين موسيقى تأسست العلاقات السعودية الأمريكية انطلاقا من رؤية الملك عبد العزيز رحمه الله القائمة على الاستقلالية في القرار مع تنويع الصلاة الدبلوماسية بجميع دول العالم بما يخدم مصالح البلاد وفقا لمبادئ المملكة وقيمها أقد بدأت تلك العلاقات في بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي ففي عام 1931 للميلاد حينما منح الملك المؤسس حق التنقيب عن النفط في المملكة لشركة أمريكية تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في عام 1933 وكانت الانطلاق الحقيقية لتلك العلاقات لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي روسفولت في الرابع عشر من فبراير من عام 1945 وكان الملك سعود بن عبد العزيز السعود رحمه الله أول ملك سعودي يزور الولايات المتحدة وذلك في الثاني عشر من يناير من عام 1947 حيث التقى الرئيس الأمريكي أيزون هاور وخلال شهر فبراير عام 1962 زار الملك سعود الولايات المتحدة للمرات الثانية واجتمع مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي وفي عام 1966 للميلاد التقى الملك فيصل رحمه الله الرئيس الأمريكي جونسون وبحث معه تأسيس شراكة سعودية أمريكية لعمل مشروعات التنمية في المملكة وكان الملك فيصل رحمه الله كان له أول لقاء مع الرئيس ريتشارد نيكسون في واشنطن عام 1971 للميلاد الذي كان أول رئيس أمريكي يزور المملكة في عام 1974 حيث اجتمع بالملك فيصل وهو نفس العام الذي شهد تأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة وزار الملك خالد رحمه الله أمريكا في أكتوبر عام 1978 للميلاد وفي العام ذاته زار الرئيس الأمريكي جيم كارتر الرياض واجتمع مع الملك وبحث ما عرف بمشروع الرئيس كارتر لتحريك عملية السلام بين العرب وإسرائيل وشهد العام 1985 زيارة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس ريغين في واشنطن وفي حين زار الرئيس الأمريكي جورش بوش الأب المملكة ثلاث مرات الأولى في عام 1990 تلتها زيارة في عام 1991 ثم الثالثة في عام 1992 وفي عام 1994 زار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المملكة التقى الملك فهد في قاعدة حفر الباطن وبحث العلاقات بين البلدين الرئيس الأمريكي الأسبق جورش بوش قام بزيارتين للمملكة في عام 2008 الأولى في شهر يناير والثانية في شهر مايو والتقى خلالهما بالملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وفي الثالث عشر من نوفمبر 2008 التقى الملك عبد الله في نيويورك بجورش بوش قبل يومين من مشاركته في قمة مجموعة العشرين وفي العام التالي وتحديدا في شهر يونيو كانت أول زيارة للرئيس الحالي براك أوباما حيث التقى الملك عبد الله رحمه الله كما زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حينما كان وليا للعهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الولايات المتحدة في الحادي عشر من أبريل عام 2012 والتقى خلالها الرئيس الأمريكي أوباما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة